بعد أسابيع من المراوحة والعراقيل التي شهدتها عملية تشكيل الحكومة اللبنانية بسبب إصرار التيار الوطني الحر وحليفه ميليشيا حزب الله على المشاركة في أدق تفاصيل التركيبة الحكومية فضلا عن طرحهما سقفا عاليا من المطالب أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تقديم تشكيلة حكومية مؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص الحريري أبدى تفاؤلا كبيرا بإمكانية أن ترى حكومته النور قريبا ولسيما بعدا أكد أن رئيس الجمهورية ميشيل عون قد وعد بأنه سيدرس التشكيلة من أجل تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية بيان الرئاسة اللبنانية أكد أن رئيس عون تسلم من الحريري تشكيلة من 18 وزيرا إلا أنه سلمه في المقابل طرحا متكاملا بشأن الحكومة المطلوبة مصادر سياسية اللبنانية استبعدت موافقة عون على التشكيلة التي طرحها الحريري إلا إذا تبين أن الضغط الفرنسي عليه سيكون كبيرا لدرجة لا يستطيع تجاهله ولسيما بعدا حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو قبيل زيارة سيقوم بها إلى بيروت من أنه إذا لم تشكل حكومة ذات مصداقية فلا يحصل لبنان على المساعدات المالية لانتشاله من الأزمة المالية المتفاقمة وما بين صراع الكتل والأحزاب السياسية على المناصب في الحكومة القادمة وما يعيشه اللبنانيون من أزمة اقتصادية خانقة يرى مراقبون أن طرح الحريري تشكيلته الحكومية يأتي من أجل وضع الجميع أمام الأمر الواقع وليوج برعون وباقي طبقة السياسية على التمعن جيدا في تشكيلة الحريري والموافقة عليها وإلا فإن هذه الطبقة ستجد نفسها في مواجهة عقوبات أوروبية فضلا عن العصى الأمريكية